نرحب بضفنا العزيز دكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا كله تمام؟ حمد لله ماذا تفعل لو معك 50 مليون يورو يا دكتور؟ لا أنا أعمل حق كتير قوي مش كده؟ أنا أعمل مصنع دواء يتعامل بـ 50 مليون ولا أكتر؟ 50 مليون دولار؟ أو يورو مش فرقة كتير هو حصل بنوع الدواء اللي هنعمله يعني ممكن فيه أدواء بس طبعا أنت حارتك عشان تعمل دواء عايز تعمل أبحاث علمية كبيرة جدا آه بس دي الوان بليون دولار اندستري يعني البحث عاوز له بتاع مليار دولار لوحده عشان تطلع دواء جديد طبعا عشان تطلع دواء جديد لأنه لازم كمان دراسك كتير جدا عشان تطلع دواء جديد وأبحاث كتير جدا وبين عشان تطلعوا أصلا وتعملوا ماركتنج ده تسويق دي حاجة تانية فهل السوق محتاجه ولا لأ قصص كبيرة يا حدو فالدواء الدواء من أكبر يعني من أكتر الأسواق اللي بتكسب بس من أكتر الفروس دفع قبل ما تطلع الدواء صراحة شديدة التكلفة فعالية التكلفة لدرجة مخيفة طيب خلينا الحاجات اللي احنا إيه نقدر نشتغل عليها دلوقتي إلى أن ندخل في هذا الموضوع وما ظنوش بعيد عن رباني سبحانه وتعالى يعني مسألة إنه هيئة الرعاية الصحية هتعمل وحدة لتقييم الدواء لمنع الاستخدام الخاطئ يعني إيه وفي حاجة مهمة جدا هنا الحاجة كلمت على مصنع الدواء أي دواء لما حاجة تروح للمستشفى أو عيادة أنت بتبقى محتاج الدواء عشان حاجة يعني مرض معين جيل للبني آدم فالاستخدام الأمثل ده معناه مبني على أربع حاجات نمرة واحد إنه لما المريض ياخد الدواء يجيب له أحسن فعالية أعلى فعالية علاجية أقل أعراض جانبية ودخلوا عنصر بالسعر المناسب وزودوا عليها كمان جودة حياة المريض كويس لأن من أول اختيار الدواء يبقى مناسب لمرض أو التشخيص اللي بيسموه دواعي الاستعمال الجرعة أخبارها إيه هتكرر الجرعة دي كل قد يعني هتقضها كل 8 ساعات كل 10 ساعة كل 24 ساعة إحنا عندنا علم كامل بدرسه في صيدلة عشان نحدد تتخل كل 14 ساعة اللي كل 24 ساعة طيب لو ما حالك هتدي العيان هتديله بالفم يعني هتديله قرص ولا هتديله حقنة لأنه ممكن يبقى الدواء صح بس تروح تديهله حقنة عشان احنا متخلين الحقنة هتخفة أسرع فده غلط يعني احنا الانستخدام الآمن والأمثل للدواء ندي الدواء الصح بالطريقة الصح ده ده مهم جدا الجزء المهم منه عشان نفهمه احنا ممكن نوفر فلوس كتير جدا لو اشتغلنا إدارة دواء صح وصدارها صح هنجيب فلوس ميسي ونجيبه يعني ميش انتحارتك الدراسات كلها اللي في العالم بعد كده احنا نتكلم عصدارة الكلينيكية وليه نشأت لان هي نشأت من ان المرة واحد ان في امريكا مثلا اسباب الوفاء تالت سبب للوفاء هو الدواء يعني الدواء ده حاجة خطيرة الاثر الكلينيكي طبعا يعني الدواء مش الغلط على فكرة هم حاسبين هم لكن استخدام الدواء نفسه فاحنا عايزين برضو نوعي الشعب المصري ان الدواء ده مش بمبوني الدواء ده حارتك الدراسات في العالم بتقول ان 50% من الوصفات الطبية اللي مكتوبة ملهاش لازمة يعني مكتوبة مش بالطريقة الصح في امريكا بس بيصرفوا كام بيصرفوا مثلا في استخدام الامثل للادوية خلانا نتكلم على كذا حاجة ممكن نتكلم مثلا عن مضادات الحيوية لان المضادات الحيوية هي الكلاس الوحيد او الجزء الوحيد من الدواء او النوع من الادوية استخدام حضرتك دلوقتي له هيأثر على اولادك واحفادك في امريكا ده تقريبا في حسب اخر دراسات بيدفعوا كل سنة اربعة بليون دولار عشان هم استخدموا المضاد الحيوية غلط مثلا في انجلترا بيصرفوا تقريبا في السنة ربعمائة ستة وستين مليون او اكتر من ربعمائة مليون شوية استرليني على ايه بقى؟ على الاعراض الجانبية اللي طلع من الدواء وبيقولوا ان في امريكا في الدراسات حسب الدراسات المستشفى في السنة تدفع خمسة مليون دولار عشان يقدروا يعالجوا مساوئ او سوق استخدام استخدامات الخطر الدواء بتكون بقى من المضاعفات من تفاعلات بين الادوية بين حاجة مهمة جدا احنا مفكرش فيها كل دواء زي ما هو قاله فايدة له اعراض جانبية كتيرا قوي طبعا والاعراض الجانبية دي بتزيد كل ما حالك بتغير الجرعة او استخدمه غلط يعني لو كلمنا حاجة في منتهى يعني يعني الدواء من الناس ما بفكرش فيه اه موضات الحمودة دي ادوية خطر جدا دي الناس بتتعامل معها لانه بمبوني فعلا دا ما هو بمبوني والمودة كمان استخدامه رهيبة دا بيعمل ايه بقى؟ فيه تلات حاجات مهمة جدا واحد ان الموضات الحمودة دي عندها تفاعلات ادوية بتخلي الدواء اللي انت بتاخده التاني الضروري ما يشتغلش منها ان ممكن تمنع متصص الادوية تخلي الدواء اصلا ما يدخلش مكان وفوط يشتغل عليه الحاجة التانية ان لما تنزل الحمودة في المعدة ايه اللي هيحصل غير ان فيه ادوية مش هتمتص الحمودة بتاعت المعدة دي ربنا خلقها عشان تبقى اول خط دفاعي ضد الميكروبات لو نزلناها بالحمودة هيحصل ايه؟ هتنهار هتنهار الدفاعات الاولية وهيزيد مستوى العدو الجزء المهم التاني بقى الاعراض الجانبية لو حركة بسيط بتاع الدواء اللي حاجة بتلقل المسلصات ده فعلا او بمبوني من اول بقى الحاجات العادية للتفاعلات او الاعراض الجانبية زي الصداع لغاية انه ممكن يخلي فيه يحصل عق فطبعا طبعا الادوية يعني خطيرة جدا ولازم يعني زي ما حال كنت بتتكلم على طوعية المواطن المصري فحنا عايزين المواطن المصري يفهم حاجة مهمة جدا واحد ان السيدالي ده هو خبير الدواء ويسخ فيه اتنين ان السيدالي ده موجود عشان يحميه من الدواء السيدالي الشاطر هو اللي يصرف دواء اقل ويصرف الدواء الصح في مكانه الصح ومهم جدا ان احنا نبتدي نتكلم بقى مع المجتمع بتاعنا ان مش الحاجة الحلوة مش مقياس الدكتور الشاطر انه يكتب الرشدتة وش وضهر ها لان حراتك الدراسات قالت لو الرشدتة فيها اكتر من ثلاثة ادوية يعني فيها لازم تفاعلات دوائية هتوقف الدواء يشتغل لازم فيها اخطاء لازم فيها اعراض جنيبية رهيبة هتطلع